شارك معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجلسة الختمية للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية الشقيقة والذي عقد في القاهرة تحت رعاية من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأوصى المؤتمر في بيانه الختمي بإطلاق مشروع قومي لبناء محتوى رقمي صحيح في مجال الخطاب الديني برؤية معاصرة تحافظ على الثوابت وتراعي المستجدات العصرية والعمل على تعزيز الاستخدام التشاركي للفضاء الإلكتروني والتوسع في برامج التدريب على الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي كما دع المؤتمر إلى التوسع في إنشاء كليات وأقسام الذكاء الاصطناعي وكليات علوم شرعية إلكترونية ودعم البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والتقنيات الحديثة وشدد المؤتمر على ضرورة الاهتمام بإنتاج الرسوم المتحركة والأفلام التقنية الثلاثية الأبعاد بما يسهم في الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية لسيما لدى النشأ والشباب والتأكيد على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في التعليم والتحفيظ عن بعد ودع المؤتمر إلى بذل الجهود لاستحداث وتطوير وسائل جذب غير تقليدية للأطفال والشباب تخفف من الإدمان الإلكتروني وتحد من مخاطره كما أصدر المؤتمر وثيقة القاهرة لتعزيز أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني التي أكدت أهمية الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني وتقنيات الذكاء الاصطناعي والوسائل غير التقليدية في نشر الفكر الوسطي والإسهام الجاد في بناء المحتوى الرقمي في مجال الخطاب الديني اشتركوا في القناة